وخلال جولته اليوم بواحة سيوى تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جانبا من أعمال التنسيق الحضاري بما يدين السوق وكذا أعمال الترميم بالواحة القديمة وأكد رئيس الوزراء أهمية الأعمال المنفذة ضمن هذا المشروع واهتمام الحكومة باستكماله سريعا لكونه يسهم في تحسين وتوحيد الهوية البصرية للواحة وإعادة إحياء الطابع البيئي والحضاري لها بما يجعلها مقصدا سياحيا جاذبا للزوار من مختلف البلدان ووجه رئيس الوزراء الخبراء والمختصين بإعداد تصور متكامل لتطوير الواحة بكل مقاصدها السياحية بما يساعد في النهوض بكافة مكونتها